كما قام رئيس سيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقاهلية لتفوقهم في مجالة عدة ومن بين المكرمين طالبهم بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الدلتة للعلوم والتكنولوجيا استطاع عبور بحر المانش في سبتمبر الماضي وأيضا أحد الحاصلين على بكاليريو الصيدلة والحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا وحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعة المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية لعام 2021 علي شرف حاصل على بكاليريو الصيدلة وحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية لعام 2021